الحياة فهم الحياة فهم ظهرة الحياة طبع عنا نحضره في زيارة وغد دارمشتاد القيراوين وعنا نحضره في نهار 2 أكتوبر بحاول الله مش نكون نعملو كحفلة للرياضة الرياضة للجميع فهمتني كبار صغار مهني أو غير فهمتني وقعد نحضره فيها هذه ثمرة زياراتنا واتفقنا مع برديد دارمشتاد هو النقطة الثانية اللي عملنا مع دارمشتاد النقطة اللولة كانت وحدة تسميل وهي قادة تشتغل معندها مدة توفوق العنين وإن شاء الله مش نطوروها والنقطة الثانية اللي كانت من طلب بلد دارمشتاد هي إدماج ذوي الإعاقة عن طريق الرياض وإحنا مشينا زياراتنا تلانية كانت في الموضوع هدايا وزرنا عديد المنشآت المتاح مرياضية وعملنا حتى مباريات مع المعاقبة مع المتاح وكل شيء وطلبوا مننا باش ننجو على منوالهم لإدماج ذوي الإعاقة وإن شاء الله هذية توقعين حظوا وإن شاء الله نشركوكم في هذية بحاول الله ونعطيوكم الأخبار اتباعا ونتطور التحذير النقطة الأخيرة كنت تشبحه هو منظمة التعاون الألماني جيزيد خاصة المدينة بلدية القيروان 150 حقيبة دراسية معمرة معناها بالأدوات امتاحها مش تكون عن طريقة مش يكون توزيحها عن طريق قرعة للشباب المسجل في الاعدادي في تعليم الاعدادي والثانوي اللي تتراه عمارهم تقريبا بين 12 و 18 عام ويكونوا لقحوا ضد الكورون أما لقحوا ولي نجموا لقحته هذية تشجيعا لهم على التلقيح يمكن اللي الشباب في العمر هذية وهو مسجل في الثانوية أو في الاعدادي في الاعدادي دية ينجم يمشي لقح والذي كان لحقا قبل والباس هذي كمتاعه ويطبعه أما يحطوا مباشرة في البلدية خاصة صندوق تحت إشراف عدل منفذ هذية للشفافية أو يبعثوا عن طريق البريد للبلدية معروف العنوان بتاحها شارع الجمهورية أو أو عن طريق البريد أما بريد إلكتروني عملنا خصصنا عنوان بريد إلكتروني خاص بالعملية هذه زادة تحت إشراف عدل منفذ وإن شاء الله تقع القرعة يوم يوم 5 سبتمبر 2020 قبل العودة المدرسية يمكن اللي عنده أما أولاده أو أقاربه أو أولاده الحوم كل شيء يشجعهم على التلقيح أو الحيمات وهما ثم يشارك بها في القرعة هذه وثم كما قلت لك 150 حقيبة مدرسية مخصصة من وكالة التعاون الألماني للبلدية القاربة واضح الحياة الحياة زهرة الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر